نتعديه للفيراج نحكيه شوية كوراً بدل الأجواء نحكيه على التراج الرياضي التونسي اللي أعلن أنه الاتحاد الافريقي لكورة القدم وافق على فتح المنعرج الجنوبي الفيراج بملعب رادس خلال مباراة الزمالك في إطار الجولة ثانية من منافسية المجموعة الرابطة لبطولة أبطال إفريقيا لكورة القدم وهذا بشي يصير اليوم إن شاء الله في المباراة البرمجة اللي بش تكون هار سبت 25 فيبري بداية من ساعة الخامسة بمساء أنبي دارة الحكام المغربي رضوين شنية؟ جيد جيد رضوين جيد التعليق كانت هكا أغلبهم كانوا فرحانين وأخيراً بش ترجع الكورة كيف ما كانت في السابق تعليق آخر يقول المباراة من غير جمهور ما عنده حتى طعم فما اللي يكتب هذا بش يكون دعم كبير للفرقة التونسية وخاصة لتراج الرياضي التونسي ونوفى بالتعليق هذا وأخيراً بعد طول انتظار بش ترجع الأجواء كيف ما كانت في السابق في مباراة كرة القدم حاج أنت بديت به الخبار هذا في الدخل نخلي لك اللي التعليق كيفش لقيت القرار هذا؟ يقول لك الاتحاد الافريقي دي ما ضدنا ما هوش ضدنا الاتحاد الافريقي يطبق في القانون الواضح على جميع الدول نحن كان الفيراج متاعنا مكسر أو الناصر كان ومعشبوش تليم يقول تواني كان الفيراج مهزش يخشنون نهزو العباد اللوحوم في فوسي ويدخلوا بعضهم ويقلوا بعضهم وقت اللي صلحنا الفيراج الاتحاد الافريقي قال توت نجموا تستعملوا وجاب ربي جاب ربي الناس كل احنا من الموقع متاعنا الهناه اجا رائد تلافز دخلين للراديو ويت الناس كل نزلت بس الفيراج يحضر لو كان من مش الناس يكون نجلت راول الفيراج محضرش وراول الكريسي ما زلت بخبية في الدبوات ويزم سيد الرئيس يمشي يدق على الدبوات يحلهم بش يخرجوا الكريسي ولذا نقول وانا شكرا للاتحاد الافريقي شكرا للترجي ولهيئة المديرة بتاع الترجي وعلى رأسها رئيسها سيحمدي المدب اللي شناسب كل شدة تصحيح وشكرا للجمهور اللي صبر لكن طواجه وقت النداء نعم مازال عاد النداء نداء للجمهور طوال كل شي يتحل وحنا مشو دخلوا بعدد كبير ياس وانا مشيت للبارك وشفت البارح تساكر حاضرين لكن من نجموش يبيعوا البارح اليوم شو بدأوا يبيعوا يزمنا نحترموا رواحنا ما نحترموا حد تحد نحترموا نواحنا هزوا دربوات شيخوا عيتوا اما كل فلاميتوا وكل زفاراتوا وكل درشنون والواق هذوكم كل لها رأوا الاتحاد الافريقي شفت عطانا طوا كعبة حلوة رأوا كل رويس سن فينا في الدورة كعبة حلوة حقنا رأوا مش عطانا مزي سن فينا في الدورة بش نعملوش حاجة بش يعاقبنا شاء الله أخوي الناس يكونوا راضي عليهم فاما مسؤولية كبيرة زادة اليوم من ناصر من عند الأمن وزيدة كيف كيف المسؤولية للجمهور زيدة انه ما يخليهم مش يندموا على القرار رضي نعرفه قداش مهم اليوم الفرق كي تبدأ تلعب سوى ترجي ولا غيرهم كي بدأوا يلعبوا مهم وجود الجمهور وتشجيع الجمهور في الاستادات هو حاجة مهمة برشا انه اليوم الفيراج يرجع يرجع لحالته الطبيعية والمفروض انه الفيراج يكون موجود وتعرف احنا اميمة وقت اللي نبدأ ونحكيه على فرقة ونسية شارك في مشاركات افريقية انه لابد فهمة دعم مادي وجمهيري يكون كبير معظم في مباراية كوبرا تحبتها تلعب شامبيونز ليك انك اليوم تحرم الجمهور متاعك خاصة الجمهور الفيراج رأي تعتبر حاجة غير عادية لكن انا في نهاية الامر نقول برك الله وفي الناس الكل اللي سعات باش المشكلة هذي تفاديناه في اسرع وقت ممكن كان فهمة اشكال تفاديناه باي طريقة بمهما كانت المهم في نهاية الامر انه ترجل هذي تونسي رجع يلع بجامهيري وبعدد 30 الف هذي حاجة مطلوبة ومهمة برشة في المرحلة هذية مرحلة حساسة نحب الفرق متاعنا التونسية ترجع الاشعاع الافريقي اللي غبنا عليه في سنوات الخرنية الكل اليوم لابد ان نعطيه قليات للفرق متاعنا مهما كانت اسماء متاحها واذاك عليش راو كينا ناديو على الفرستركتور والميادين والترانات والامكانيات نظر الظروف الصعيبة اللي تعيش فيها الجمعيات الكل راو اليوم تشوف الجمعيات اللي تشارك في افريقيا الفواج البسيط انك تصرف على اقل حاجة 400 الف دينار باش نجد تتنقل موش حاجة سيلة في الظرف الصعيب الاقتصادي هذي الكل وفي نهاية الامر مهم بالنسبة لكل التونسية باش نعطيه قليات للفرق متاعنا باش نجد تنجح في المرحلة الحساسة هذه والحمد لله ان شاء الله ترجي يكون موفق في المباراة الثالثة ويكون نعمل الخطوة كبيرة باش يكون يلقى روحه في الدور القادم شاء الله وجود الجمهورة عنده دعم معنوي ودعم ميدي هذا اكيد زياد انت مش نحاضر اما انا والله انا مع الناصر ومع الحاجة سعبش كون حاضر ولا لي ايه مش نكون مش نمشي وان شاء هذا كن خليونا فهمتني وانتعرشتها وعالب ليه في اي لحظة واحد بكشدوك غادي ولكن يوميما والله حال تراد السخف رو كما قال الناصر مرة يود يزم نشوفوا الكريسي رو نمشي وقعدين بسياسة الترقية الكريسي يده هنا فيهم يكون نحكي اختها يده نحكي على بيوت الراحة تحكي على كل ورات تحكي على الداخل معانتها استهد بالحق اللي يزموا كما قال ناصر يتسكروا يعاودوا يعملوا اشغال مجدود خطر فما زادة بارتية الفوق يقول لك الجمهور معاشي نجمة يحضر تنجمة تيه يزادة قديش في نقعده كل مرة يرقع رقع 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 يزلنا يرقاو حال ان شاء الله يرقاو حال والله ما اللي فاتت نتفارش في مات عشر في تزير والله يجتاد ما اللي تيرام انا قعدت نتفارش ما في بليش ليو في تزير غزارت اكي قوت خيذا في تونس تلمون الكي راح حالة الملاعب امتعنا حالة مزرية كي شفت حاجة هكا ضاوية بهت معناه اللي هي موجودة في تونس وها تضحة من بعض اللي هو في الجزائر تعرف البارح التقيت مع حسني الزغدودي بشير المغرب يحكي لي على الملاعب حاجة من الوران العقل حاجة ما تتخيله يقول لي هاني عايش انا في الإمارات معنتها خير بارشة خير بارشة وكيس العالم اللي نظمتها المغرب للاندية كانت من اروع مستويه كيف كيف كيس افريقيا اللي نظمتها الجزائر على اللاعبين المحليين ملاعب مع انت من اعلى تراز محمود سمحني يقص عليك المغرب رايت توه حضرت مشروع رياضي كبير بش تعمل ملعب يهز يا اومي مئة الف متفرش مئة الف متفرش بش تعملوا الاستادة ديها في المغرب في المرحلة الجهة سمحني ها نتكلموا كيف كان احنا منا نعمل في حد شي راوكي تبدأ بستعمل كأس العالم علش المغرب عنده التيرانات ما يعملت كأس العالم ولا ما عملتش للانديا عايش نعمل يا حاس وحنا هي وقت اللي كانت الناس تضرب على الطاولة وعملنا احنا البطولة الافريقية كانت عندنا ملاعب كان عندنا بنزرد كانت عندنا المنزه كانت عندنا رادس كانت عنا سيخ ما مش ناقفو احنا من نتحرقوا في تونس لقلة المادة ما ونقولوها دي جو كدنا نفشف شو على روحنا ما عناش فلوس كان جت عنا فلوس صلنا نعملوا تيرانات ما تنجمس تعمل تيران اذا ما عندكش فلوس جيل فلوس نعملوا تيرانات في الكوب دافريك جيت الفلوس عملنا مليع اختم لي محمود باقي هو دو في نهاية الامر فما مقابلة مصيرية للترجي يربح يتعدى للدور الربع النهائي يا محمود مهمة مهمة لا لا اذا يربح مهمة اذا يربح غدوة يتراشح لا لا عندي فاسك يا جميع اكملوا ونحب يربح غدوة ترجي يربح الترجي يتراشح للدور الربع النهائي ويمشي المصر يمشي المصر مرتاح يلعب مرتاح دوك اليوم ما تساوش زادة ترجي عندها مقابلة قادمة لا وبخلاف عندها مقابلة في كاس تونس مع نادي البنزارتي دوك كلها مربوطة بعضها مقابلة غدوة تكون مفتاح بش يكملوا مرتاحين حال سعيد للترجل الرياضي لا تنسي